السلام عليكم و كنت تجهزي الملبن و عجوة الكحك تنفع لحشوة البسكاويت في بسكاويت بالعجوى ونعيش بالعجوى بالمالبن كده انا هجاهز الحاجة لحشنا سهل على نفسي لما اجي اعمل الكحكة تبقى الحاجة جاهزة ونكورهم مع بعض ونعمل المالبن بعين الجمل كده ماشي ندبسنا الحمار ورحي من اجاي بها عجوى متفصصة جاهزة طبعا انت لو ما عندكش متفصصة جاهزة بتجيب العجوى وتفصصيها عايد يا مش مشكلة سوف نقوم بسم الله الرحمن الرحيم ونظرها نعمل ايه ونجهزهم مع بعض ويلا على بركة لا نبدأ عشان بكرا ان شاء الله نعمل الكحكة نقول بسم الله الرحمن الرحيم دول بقى نجهزهم ازاي هفكوا دي في حاجة بحتة سمنة كده ودعكها كويس قوي وده كمان برضو بحتة سمنة وهكسر عليه حبة عين جمل تمام ده اختياري مش اجبالي هجهزهم بقى وورنوك وانا بقورهم بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة بقى شوحين الجمل الرطوبة بس اللي فاها تطلع تشويحها بزقش ببتتحمص الرطوبة بس اللي فاها تطلع تمام نقول بسم الله ادعين الجمل بس بس كلها طلعنا أي رطوبة منه نحط بقى حتة سمن هنا نحط العجوة نحط العجوة هجل حتة سمنة كده حلوة كده حلوة اضع العجوة و اضع العجوة و اقلب ممكن ان اضع مقصرات او سمسم انا اريد ان اضع سمسم مع العجوة تبقى حروق اوي هي تنفع لكن اضع طعم اديها ريحة نزبط نزبط حاجة معنا في البيت متكلفة نزبط اضع حاجة سمسم اضع حاجة اضع حاجة اضع حاجة بسم الله مرحة 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 اضعها ما فعله الفرن سيضغطها قوى سيجعلها ليس مسكة جيدة كما انا اريدها فضيت كله هنا أهو بسم الله هتلاق لطفيلة كده حلوة اوه كده سخنة قليلا حى أستسكت سخنة حلو سخنة اوه هم ه هم يمكن ان اضعها في الكبه لكن الكبه ستنعمالك قوي هتضيقك و انت بتحشي و انت بتحشي الحاجه هتضيقك جدا تضيقك كده بصوا بقيت طريقة حلوة ازاي بقى سمسم و سامنه و ايه ممكن تحطيه حبة مية ظهر بس انا بحبش ولا مية الظهر و لا مية الورد عجل تا كويس و ناخد حتة بقى بسم الله و نقوّر بقى كور على قد الحتة هنحطها هي كده شخطر ما تكسرش الكحكة كده كمان كتير شان ما تكسرش الكحكة معانا ايه دي بقى انت تعملها قبلها بيوم بيومين و انت قاعدة كده شخطر ما تكسر تعمل الكحكة ايه 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 براحطكم الكحكة يا جماعة اختياري بس انا بقى انا حبت اعمل الحاجات دي واحد عايز نرجع كده روايح الزمن الجميل بس اطلقوا حتة مفهاش انتو بتعملوا بصوا ايه اللي بقى كويت ايه ايه مش ايه مشكلة خالص اللي مش عايز السمنة او مستغفر السمنة مايحطش براحطه بس ادقوني السمنة بتخلي العجوة اشان مفهاش كذا حد اشتكى يا صدفة لما بنعمل الكحك العجوة بتبقى نشفة جواه اعملو بحط السمنة بلدي كده هون حلوة وطرية وكلها حلية الزيت بيزافرتها من ايدي ادي كبيرة شوية اضطها منها ايه انا عايز حجم الكحكاية زغيرة فلما الحجم الكحكاية زغيرة ستشق الكحكاية نركز على الحاجات دي يا جماعة عشان بتفرق معنا اوش اه خلص بقى كل العجوة دي وكده نعمل الملبن مع بعض بصوا بقى حيارية بسم الله بصوا العجوة حيارة ازاي نحط بقى هناك الملبن مش عايز اندي في حاجة تانية هنحط هنا بسم الله ايه عامل كان زكت بسم الله ايه 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 بسم الله اضعوا نصف جرش و اضعوا عليه باسم الله لا يا عبد الصمد لا تضع السمنة لا تضع السمنة وفرن تجهزوا الحشوات دي يا جماعة هتعجبكو جدا 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 بصوا بقى حتنا خياتو تفكي التلزيق ازاي ممكن طبعا تحط بطل عين الجمال ممكن تحطوا مال بمباسة أو سم سم براحتكم سوفوا حلو قوي قوي كده تقوموا بقى كلهم برضو تحلو حبة عين الجمال كمان صغيرين وبتدي نبدأ نقوم بعد كده كده تماما نقوم بقى نبدأ برضو حتة صغيرة ذا العجوة عشان تبقى على قد كحكاية بس طبعا المالبن مش هينفع نحط فوق بعض ذا العجوة كده عشان ده حطنا كده بيسيحوا بالزقف بعضه نقوم بقى صناك بلا ورصي فيها المالبن ده بكده ايه؟ فلصنا الحشوتين بتوقع احنا ايه؟ ممكن طبعا تحشوا وتعملوا عجمية ده غير طبعا حشوة العجبية اللي بتتعمل بالدقيق والعلي الجمل برضو كور كله انا ليه بعمل كده واجهزهم عشان اسهل على نفسي لما يجي اعمل الكحك ولا اعمل قرص ولا اعمل حاجة كده كل حاجة عند جهاز ها دي المالبن اهو وبصوا العجوة حلوة ازاي كده خلصت اقلبهم يا جماعة واحفظوهم دي بس لما تنشف شوية هجهزهم عشان بلل ان شاء الله هعمل بهم كحك اشرفكم على خير ان شاء الله يا جماعة في وصف جديدة واتمنى تعملوهم وينفعوكم جدا 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 نشجرهم اي حاجة السلام عليكم